اهلا بكم متابعين الكروم تابعي تحيا مصر في كل مكان تغطية اخبارية جديدة من تلفزيون تحيا مصر تفاصيل جديدة وتطورات مستمرة حوالين موضوع الازمة اللي دايرة خلال الفترة الاخيرة وما بين الكابتن حسام حسن المدير الفني اللي منتخبنا الواطن وما بين نجم ليفربول وكابتن منتخبنا محمد صلح وخلال الساعات اللي فاتت طبعا كشف ايهاب الكومي الدكتور طبعا ايهاب الكومي عوضه مجلس ادارة اتحاد الكورة عن حقيقة ما تردد بشأن صفر حسام حسن المدير الفني اللي منتخب مصر الى انجلترا عشان يقعد ويتفق ويعمل جلسة مع محمد صلح الكومي تكلم عن حقيقة صفر حسام حسن الى انجلترا عشان يكون فيه جلسة كده لتصفية الاجواء ما بينه ما بين محمد صلاح وقال فيه تصريحات تلفزيونية في الحقيقة ما عنديش معلومة مؤكدة بالقصة دي ولا اعرف هل سيسافر حسام حسن الى انجلترا ولا لا وقال كمان ايهاب الكومي عضو مجلس ادارة الاتحاد ان صلاح واحد من النجوم اللي لا يستطيع احد التقليل منهم وحسام حسن واحد من اساطير الكورة المصرية وهو المدرب الحالي للمنتخب وقال كمان ان مش عاوز انه يقول ان فيه ازمة ولكن هناك تنصيق كامل بين اشرف صبحي وجمال علام ولا صحة للحدوث اي مشكلة وتابع كمان وقال ان هو بيقول وبيوجه رسالة للسوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي والاعلام كمان ان رفقا بالمنتخب يعني لازم تهدو على منتخبنا خلال الفترة اللي جاية الكل بيبحث عن صنع حالة من الجدل والبعض بيقول اخبار غير صحيحة ويجب ان نبحث جميعا عن مصلحة منتخبنا نريد استعادة الرياضة الافريقية والتأهل لبطولة كأس العالم المقبلة غزمة حسام حسن ومحمد صلاح طبعا بدأت لما انتقد حسام حسن في الاستوديو التحليل لان نجم الكبير محمد صلاح اثناء وجوده في احد الاستوديوهات التحليلية وبالاخص مع مهيب عبدالهادي قبل ما يكون مدرب للمتخب خلال اجواء بطولة افريقيا اللي فاتت بعدها وبعد تولي حسام حسن المسئولية ارسل ليفربول خطاب الى اتحاد الكرة بيطلب فيه اعفاء صلاح من معسكر منتخب مصر بسبب عدم الجاهزية في الوقت الحالي نتيجة تدعيات الاصابة اللي عانى منها محمد صلاح من شهرين لكن الجهاز الفني اللي منتخبنا تمسك بضم اللاعب واعلن عن قيم المحترفين اللي ضمت سبعة محترفين من اوروبا طبعا كان على رأسهم محمد صلاح القصة دي والمسألة دي زادت حدة التوتر ما بين حسام حسن المدير الفني المنتخبنا وما بين محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد الفراعينك خصوصا بعد تجاهل العميد ذكر اسم قائد منتخبنا ضمن احد اهم العناصر الاسسية خلال تصريحاته بعد مباراة كرواتيا في نهاية كأس عصمة مصر كمان تجاهل حسام حسن ذكر اسم محمد صلاح تماما خلال حديثه عن اللاعبين الاسسين اللي غايبين عن المنتخب واللي مستني ان هم يرجعوا مرة تانية وبالضبط كده قال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة بعد الخسارة امام كرواتيا بيروبعية مقابل هدفين تجاهل اسم صلاح وقال ان احنا او مواجهة كرواتيا شهدت غياب اكتر من خمس لعيبة اساسية زي زيزو محمد الشناوي امام عشور وكل ده بسبب طبعا الشبح الاصابات وان اكيد بعد عودتهم هيختلف ده المنتخب بعد عودة جميع المصابين وايضا كمان رمضان صبحي مصاب مع فريقه فكرة ان حسام حسن اسطورة كبيرة ينسى اسم محمد صلاح او يتجاهل ذكر اسمه في احد الاعمدة الاساسية اللي غايبين عن منتخبنا واحد من افضل اللي حابين في العالم فانت ما تنساش او ما تذكرش اسمه ده بيدل انه فيه وجود ازمة بنسبة 100% ما بين حسام حسن وما بين محمد صلاح طبعا الفترة اللي فاتت خاد منتخب مصر اول معسكر ليه تحت قيادة حسام حسن تخلاله طبعا بطولة كأس عاصمة مصر الودية اللي كنا مع حضراتكم فيها وتغطية لحظة بلحظة للبطولة وقدر يحصل فيها الفراعينة على المركز الثاني في المباراة والبطولة اللي اقيمت على استاد العاصمة الادارية التحفة الفنية خصوصا بعد الخصارة امام كرواتيا من نتيجة 4-2 قدرنا صحيح نفوذ على نيزولندا لكننا اخسرنا امام كرواتيا وامام نجوم كرواتيا والمنتخب الكرواتي المدجج بالنجوم كان فيه طبعا وعود من وزير الشباب والرياضة الوزير عشف صبح للتدخل بالسطلح وحل الازمة وحل المشاكل ما بين حسام حسن وما بين النجم محمد صلاح وخلال الايام اللي جاية هتكشف عن مصير العلاقة ما بين العميد ونجم ليفربول محمد صلاح مشكر حضراتكم على المتابعة ان شاء الله خلال الايام اللي جاية يكون فيه حل لازمة حسام حسن وحل لازمة محمد صلاح محمد صلاح واحد من افضل لعيبة في العالم واحد من اللعيبة اللي بتقاتل دايما بقميص منتخبنا واحد من يعني الاساطير الكرة المصرية لازم ولا بد وحتما ان تحل الازمة ويعني يتم تقريب وجهات النظر ما بين صلاح وما بين الكابتن حسام حسن حسام حسن محتاج صلاح محمد صلاح محتاج الكابتن حسام حسن ومحتاج ليه منتخبنا الوطن ان شاء الله نشوف صلاح في اعرب وقت بقميص منتخبنا بيسجل وبيصنع وبيحتفل كمان مع العميد الكابتن حسام حسن اشكر حضراتكم على المتابعة استنونا فيه تغطية جديدة من تلفزيون تحام حسن